يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الترند حلقة اليوم في الحقيقة مهمة جدا ودسمة وملئة بالعديد والعديد من الأخبار المهمة وتتعلق بين نادينا الحبيب النادي للأهلي وعندنا أكيد بعض الأخبار والأمور المحلية والعالمية اللي ممكن نتطرق لها على مدار حلقة اليوم من هذا البرنامج دايماً تواصل حضراتكم معنا بيكون مهم بالنسبة لنا فبالتالي سؤال حلقة النهاردة هو بيتعلق برسالة للا وحضراتكم حابين توجهوها للعبي النادي الأهلي قبل النهاية الأفريقية يوم الجمعة بإذن الله تعالى وهي رسالتك إيه للعبين وحناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات للقناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام في الجزء الأخير تحديداً من حلقة اليوم قبل ما نروح للتفاصيل والأخبار المهمة اللي بتتعلق بالنادي الأهلي خلينا دايماً نبتدي بأهم العالمين نشوف في تريند الأهلي معلول يصل القاهرة وينضم المعسكر الفريق استعداداً لنهاء أفريقيا لسه مع الأهلي الأهلي يواجه مصر مقصة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز أما في التريند العالمي صلاح ضمن القائمة المرشحة لأفضل لاعب في القرن الواحد والعشرون طيب دايماً العنوين بتكون مهمة لأن هي بتدل على المحتوى اللي احنا هنتكلم عنه على مدار حلقة اليوم وبعض التفاصيل الهمة تحديداً اللي بتتعلق بالنادي الأهلي وفيه أخبار مهمة كمان هتكون معنا بس هتكون بعد الفصل استنوا أهلاً بحضراتكم من جديد طبعاً عارف ومتأكد جداً أن كل جمهور النادي الأهلي دايماً بتنتظر الأخبار الرسمية من خلال شاشة قناة النادي الأهلي أو من خلال الموقع الرسمي للنادي فالشغل الشاغل بالنسبة لكل جمهور الأهلوية دلوقتي هي مباراة يوم الجمعة ما بنادي زمانك في نهاية دوري أبطال أفريقيا واللي بيشغل كمان الجمهور هي حالات الإصابات اللي بوجودة في فريق النادي الأهلي فأنا زي مبارح كده هطلع معكم النهاردة أقول لكم آخر التطورات اللي بتتعلق بحالات مصابي الأهلي خلال اللحظات الحالية اللي احنا فيها فأنا هبتدي مع حضراتكم بوليد سليمان وليد سليمان لحد مبارح الدهر كده ما كانش تم التأكد من إصابته بفيروس كورون واتعمله مسحة جديدة لوحده هو بناء على طلب المختصين لمعرفة مدى حالته هل هي إيجابية أو عينته إيجابية ولا سلبية اتعملت المسحة تلعت بعدها بساعات النتيجة للأسف الشديد وليد سليمان زي ما حراركم عرفته خلاص إيجابي كورونا طيب حالة اللعب إيه بخصوص الفيروس والأعراض وكده حالته جيدة جدا ما فيش أي أعراض واضحة أو ظهرة على اللعب لكن هو بيحمل الفيروس بإذن الله بإذن الله حيكون في مسحة كمان لوليد سليمان قريب ويتم تحديد مدى إمكانية انضمامه لمعسكر في النادي أهلي طيب ده فيما يتعلق بوليد سليمان وفيروس كورونا طيب وليد أصلا كان عنده إصابة في العضلة الأمامية في موارات أبو كير اللاسميدة أو المبارح فكانت عبارة عن شد خفيف في أوعاء عضلة ضمة تحديدا أنا آسف العضلة ضمة مش العضلة الأمامية شد خفيف في العضلة ضمة بالنسبة ليه وليد سليمان موقف الشد ده إيه؟ لا بسيط جدا واللاعب بمجرد بإذن الله تعالى لما تتحول عينته من إيجابية لسلبية ينضم لمعسكر فريق بشكل طبيعي ويشارك مع اللاعبين في التدريبات الجماعية ويستعد المبرانة إياه بإذن الله بإذن الله تكون حالته اتحسنت ويكون العينة اتحولت لسلبية بإذن الله ده موقف وليد سليمان الأمور بالنسبة له ماشية بشكل جيد نتمنى له طبعا الشفاء العاجل هو أو ابنه بإذن الله تعالى يتم شفاءهم من فيروس كورونا طيب كهرباء كهرباء الوضع بالنسبة له مطمئن جدا برح تعمله أشعة وتحاليل وأشعة الصدر وكلام من ده يعني الأمور بالنسبة له كويسة جدا تعمله مسحة من شوية هو وكل اللاعبين أنا وأنا بتكلم معكم في اللحظات دي في مجموعة عملت المسحة خلاصتها خلاص وفي مجموعة أخرى وأنا بتكلم معكم كده بيعملوا المسحة الجديدة بالنسبة لهم عشان بعدها يتم الإعلان بإذن الله على نتائج هذه المسحة كهرباء النتيجة بتاعتها هتطلع خلال ساعات من دلوقتي ربما تطلع خلال دقيق وأنا مع حضراتكم على الهواء لو فيه أي جديد رسمي بالنسبة للمحمود عبد المنعم كهرباء إحنا هنقول لحضراتكم ونطمن حضراتكم زي ما أنتم متعودين من خلالنا ده فيما يتعلق بكهرباء مجرد برضو ما العيين بتاعته تتحول لسلبها بإذن الله نضم المعسكر على طول نفس الحال بالنسبة لصالح جمعة طيب علي لطفي علي لطفي الإصابة لسه عنده في الركبة بسيطة يشارك بإذن الله في تدريبات الجامعية بالشكل طبيعي ممكن النهاردة إمبارح كان جزء خفيف جداً اللي شارك فيه لكن ممكن النهاردة يشارك بالشكل كامل أجيه ومحمد هاني شاركوا في تدريبات إمبارح بشكل طبيعي الناس خلاص جاهزاً مية في المية لمباراة يوم الجمعة إن شاء الله تعالي ده بالنسبة لأجيه ومحمد هاني احنا عارفين أن أجيه كان عنده إصابة في الكاحل ومحمد هاني كان عنده أصابة في الرجبة الاتنين كانت إصابات بسيطة وبإذن الله يدعموا صفوف الفريق في المباراة النهائية والاتنين من أهم اللعابي النادي الأهلي في الحقيقة طيب محمد شريف وحمد ياسر ريان كورونا وإحنا عارفين وزي ما تكلمنا مع حضراتكم من بارح لسه بإذن الله حيتم معرفة تطور حالاتهم لكن كأعراض مش ظهرة برضو عليهم وحالتهم مستقرة وجيدة نتمنى لهم الشفاء العاجل علي معلول كان مفترض أن علي معلول يوصل ويشارك في التدريبات الطبيعية لكن حصل عطل فني في الطيارة اللي كانت حتقل اللاعب للقاهرة فبالتالي تأخر وتعثر وصوله للقاهرة الأهلي تدخل في الجزئية دي وتم طبعا توفير طائرة أو تم التدخل من قبل النادي الأهلي عشان يساعد اللاعب في العودة للقاهرة وفعلا وصل علي معلول من ساعات قليلة جدا للقاهرة وحينضم التدريبات الفريق النهاردة إن شاء الله وعلي معلول طبعا يعني أهميته معروفة بالنسبة للجميع نتمنى له كل التوفيق مع الفرقة ده فيما يتعلق بحالات الإصابة الخاصة بفريق النادي الأهلي كمان عندنا حاجة مهمة أول ساعد سمير ساعد سمير أحد نجوم النادي الأهلي هو حالته جيد ما عندوش أي إصابة بفيروس كورونا إطلاقا وعمل مسحة مع اللاعبين وكمان من شوية عمل مسحة أخرى جديدة آخر نتيجة طلعت لمسحة ساعد سمير كانت سلبيا مفيش أي مشكلة خالص لكن الأمر بيتعلق بوالد ووالدة ساعد سمير وأخوه محمد سمير اللاعب طلق على الجيش ومدفع فريق طلق على الجيش للأسف الشديد هم عندهم كورونا ويعني من أسبوع تحديدا بيعانوا من الأعراض والأعراض كلها للأسف للأسف الشديد موجودة عند والد ساعد سمير الحاجة سمير ووالدة ساعد اللي حضر لكم يشاهدونهم طبعا في الصورة ومحمد سمير كذلك حالتهم بتتحسن نسبيا بتتحسن نسبيا لكن يعني إن شاء الله كل الدعوات والتمنيات لهم بالشفاء العاجل وأنهم بإذن الله يتعافوا من هذا الفيروس وساعد موجود مع الفرقة الجهاز الفني كان يعني إداله الإذن أو قال له لو حابب أنت تبقى متواجد بجوار أهلك روح في نفس الوقت مستر مسماني كان متمسك أن اللاعب يكون متواجد في النوع أسكر رقم أنه مش هيشارك فيه مباراة نهائية طبعا فاللعب لسا ما قررش بشكل نهائي حيعمل ليه خلال الساعات الحالية لكن هو بيتواصل بشكل دائم مع أهله اللي نتمنى لهم يا رب كامل السلامة وإن شاء الله بإذن الله يتم شفاقهم على خير ده فيما يتعلق بكل الأمور اللي خاصة بلعبي النادي الأهلي وكل واحد مصاب إن شاء الله يرجع سليم طيب الفرقة بقى إيه اللي بيحصل دلوقتي الفريق الأمور بالنسبة له ماشية إزاي فيه عدد كبير جدا من الشائعات اللي بتخرج على اللاعبين وإن ده عنده كورونا وده مصاب لحد مبارح التدريبات بالنسبة لنادي الأهلي ماشية بشكل أكثر من طبيعي يعني مفيش أي مشكلة خالص فيما عدا وليد سلمان خلاص بر هو ويه كهرباء بر يعني الفترة الحالية الأيام الحياة الساعات الحالية اللي أما تكلم مع رأيكم فيها وليد وصالح وكهرباء بخلاف محمد شريف وإحمد ياسر ريان وكده كده هم مش مقاعدين أفريقيا الفرقة بقى الباقي مشغلين كويس قوي في التدريبات الأمور مستقرة جدا وتدريبات قوية ومميزة بيأديها اللاعبين بمنتهى الجدية والحماس اللي مطلوبين واللي هم عارفينه كويس جدا وأهمية هذه المباراة القادمة أمام فريق نادي الزمايك في نهاية دورة قطال أفريقيا فأنا عايز أكد على حرارتكم أي حاجة بتخرج أو بتتقال على السوشيال ميديا أو بتتقال من بعض الشخصيات على السوشيال ميديا أو بعض الصفحات ما تاخدهاش أنه أمر مسلم به لحد لما يعلم النادي الأهلي بشكل رسمي من خلال موقعه الرسمي أو من قناته الرسمية الأمور مستقرة والفريق يستعد بكل القوة وجدية للمباراة النهائية وهي من ضمن أهم المباراة خلال الفترة الحالية بكل تأكيد إن شاء الله خير وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق خلال هذه المرحلة والأمور تسير على ما يرام بالمناسبة لسه عندي أخبار مهمة عن النادي الأهلي يقول لها الحرارة ولكن ما يجي وقتها بإذن الله طيب النهاردة كان فيه خبر أيضا مهم بيتعلق بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي الكروت قدم بعد ما أعلن بشكل رسمي إقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لمدة خمس سنوات وده عقوبة من قبل الفيفا بسبب إيه؟ يعني بسبب إدانته بارتكاب مخالفات مالية وإدانية والغرفة القضائية بلجنة الأخلاق التابعة للفيفا أدانة المسؤول القرى والأول في أفريقيا بانتهاك واجبات الولاء الوظيفته ومنح هدايا ومزايا أخرى واستقلال المنصب والتصرف على نحو غير مصروع في الموارد المالية لكاف وده أمر كان تم الإعلان عنه اليوم من قبل تحدي الدولي الكروت القدم وفرضت الفيفا كمان غرامة مالية على أحمد أحمد قدرها 200 ألف فرانك سويسري نحو حوالي يعني 220 ألف دولار زي ما ظهر في البيان اللي تلع النهاردة وإحنا عارفين أحمد يعني عنده يعني الرجل كان دولته أو من من مدغشقر تحديدا يعني بيبلغ من العمر 60 عاما وكان ترقص الاتحاد الأفريكي في 2017 إحنا تمنى يعني أن الأمور تنصالح في الاتحاد الأفريكي تحديدا فيما تعلق بالجوانب اللي بتتعلق بالفساد وكامل لأن بصراحة الكرة أفريكية نفسها فنيا بتتطور لكن كارات من الاتحاد الأفريكي ومن هذا القبيل وأمور بتعطل يعني حاجات كتير جدا بتتعلق بالفرق الأفريكية المختلفة نتمنى أن يكون فيه تطور شوية على كل الأصعاد الخاصة بالاتحاد الأفريكي لكرة القدم طيب من ضمن الأخبار كمان المهمة النهاردة هو رأة بطولة الدوري الممتاز لموسم 2020 2021 واللي أجريت اليوم فيه تمام الساعة سانية 10 ظهرا وتم الأعلان عن جدوى المباراة كل الفرق وده بالمناسبة اللوجو الجديد اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشة يعني فيه ناس شوية بتتكلم عن اللوجو أنه هو يعني الناس في الاتحاد الكرة استوحت اللوجو شوية من اللوجو الدوري الإنجليزي ماشي يعني الموضوع مقبول شوية فيه تطور نسبي كممكن اللوجو يبقى أفضل من كده لكن هو برضه في كل الأحوال مش وحش يعني هو مجهود جيد من المسؤولين في الاتحاد المصري الكرة القدم أو اللجنة خمسة إذا حضراتكم شايفينه كده قدامكم هو ده اللوجو الجديد للدوري المصري واللي تم الأعلان عنه التنظيم كان كويس اللوجو برضه فكرته مش وحشة رغم أنه كان ممكن يبقى أحسن من كده بس دائما أي حاجة بتبقى كويسة فيه الأحسن منها ما فيش مشكلة لكن خطوة في حد ذاتها خطوة جيدة فبالتالي وده طبعا المهندس مازن مجزوق رئيس لجنة المسابقات بالجديد طبعا بالاتحاد المصري للكرة القدم خلينا أحرقكم مطشاط الأهلي بعد إعلان الجدول الأهلي الجولة الأولى حيقابل المقصة الجولة التانية زي ما حرقكم شايفين كده غزل المحلة الجولة التالتة الاتحاد السكندري الجولة الرابعة الزمالك وده الموسم التاني على التوالي اللي يقابل فيه الأهلي والزمالك بعض في الجولة الرابعة بالصدفة يعني تقل للقرع الجولة الخامسة ودي دجلة سادس مباراة هتكون أمام سيراميكا كلبترا الصاعد حديثا لدور المتاز بعدهم الإنتاج الحربي البنك الأهلي المقاولين العرب في الجولة العشرة سموحة وبعدهم الإسماعيلي أمبي طلع جيش المصري الجونة أسوان في كل الأحوال اللي أقدر أأكد عليه والأكيد حضراتكم متأكدين منه أننا سنرى دوري مميز جدا وقوي هذا الموسم ومنافسة ستكون قوية في مختلف المراكز على طولة الدوري خصوصا في ظل التدعيمات الكثيرة اللي يقام بها كل فرق الدوري الممتاز حتى الفرق اللي صعدة لدوري الممتاز عملوا تدعيمات مميزة لصففهم طيب خليني أروح سريعا لزمالنا العزيز شريف شعبان واللي خاص برنامج التريند بتقرير مهم جدا مع المهندس سمازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الجديد في الاتحاد المصري لكرة القدم وعقب الأعلان عن جدول الدوري الموسم الجديد موسم عشرين واحد وعشرين نروح نشوف التقرير بعدين نروح لفاصل بعد كده نرجع نكمل أخبارنا يلا بي تعيتي لك زميلي أمير ولكل مشاهدي قاطعنا دي الآلي في كل مكان بعد انتهاء فعليات قرعة دوري ممتاز عشرين واحد وعشرين معي رئيس لجنة المسابقات أو مدير لجنة المسابقات كابتن مزل المرزوق بعد رجوعه من جديد إلى إدارة المسابقات بقول لك أهلا بيك عرشان قطع الأهلي وتحياتي الكابتن أمير ريشام لي أهلا بيك وتحياتي لقناة النادي الأهلي يعني نرجع تاني لمنصب رئيس لجنة المسابقات كنت الحقيقة أتمنى استمرار حسام الزناتي هو لد شاب مكتهد جدا وعنده فكر كويس وكنت على تواصل الحقيقة يعني كان نفسه يكمل عشان ندي فرصة للشباب بقى يبتدي ينطلق لكن ظروفه يعني ظروف عمله فيعني زنائتي في القصة دلوقتي موسم صعب يعني أنا عادت منه صعب لكن إن شاء الله بإذن الله الأمور تتمشي كويس لو تعاوننا كلنا الأندية كلها تعاونت والمنظومة كلها تعاونت وكل أفراد المنظومة سواء اتحاد وليجان وأندية وإعلام تحديد يوم عشرة السوبر الأفريقي وإن شاء الله نبدأ الدوري يوم 11 إن شاء الله حصل اجتماع مع اللجنة الخماسية قبل أنه مهاجي يعني كلم ده من أسبوعين أو أكتر وتم استعراض الموقف أن نلعبه دوري منظر واحد بعدي تصفيات على المركز الأربعة وعلى الهبوط الأندية رفضت وقالت لها أن نلعب دوري منظرين وبالتالي اللجنة الخماسية اللي تلقم يبقى بالتالي هنلعب المتشاط الأخيرة بدون لعيب المنتخب الأولمبي وكل أغلبية الحضرين ووافقه يعني ما كانش فيه عتظارات توسكافة بالتالي الأغلبية العظمة يعني وافقت فبالتالي ده اللي حيتم لأنه صعب أول إن إحنا نكمل لو حنقف للمنتخب الأولمبي ونقف الأولمبيات هم 18 واحد اللي حيتاخدوا للمنتخب الأولمبيات لكن إحنا قلنا كده الاستمرار المسابقة لأن إحنا لازم نخلص يعني بقدر الإمكان ما نتأخرش أو زي السنة دي إن شاء الله يعني المتوقع طبعا إحنا لسه بناءًا على القرعة بنعمل الجدول حيبقى على نص أغسطس إن شاء الله أنا بنحاول إن شاء الله بحيث إن إحنا نبدأ الدوري جديد هيبقى بعدية بشهر تقريبا أو بعدية بشهر وسبوع يعني على آخر سبتمبر بحيث نحاول نخلص يعني نقرب كل مرة بحيث إن إحنا يعني بعد السنة أو السنة البعضية أو نبدأ في أغسطس ونخلص سماي وزي العالم كله قصة الإجهات دي مش موجودة دلوقتي في علم الكرة في علم اسمه ده ليه علم معين وفيه مدربين متخصصين وأخصائيين في كل جهاز شغلتهم بجانب إن الفرقة الكبيرة عندها بيبقى عندك تلاتين لعيب عندك إمكانيات مادية إنك تجيب لعيب على المستوى عندك الدكة فتقدر تعمل بجانب إن إنت لما بتكسب يعني لحيكسب توت أفريقيا ياخد اثنين ونص مليون دولار هيروح كاس عالم الأندية ياخد ستة مليون دولار بلاس السوبر متين ألف دولار يعني حوالي 9 مليون دولار هيقدر يجيب بيوم لعيبة فبالتالي العالم كله ماشي كده الفرقة الكبيرة اللي بتكسب بيبقى عندها إمكانيات مادية فبتقدر تجيب لعيبة دكة كويسة فبالتالي لما بيتعرض لضغوط المباريات بيعرف يتصرف بيعمل روتيشن حتقول لي بقى الفرقة الصغيرة هترجع تقول لي إحنا ما عندناش هو أنتو الفرقة الصغيرة برضو بالتالي بتلعب 34 مبارا فقط الفرقة التانية اللي وصلت يعني يعني أهلي والزمالك وصلوا نهاية أفريقيا جعبوا 34 دوري جعبوا 13 ماتش أفريقيا الكاس لو وصلوا النهاية حيبوا لعبين 5 ماتشات بلاس إنه لسه اللي هيكسب يلعب سوبر ويلعب كاس عالم أندية والفرقة التانية ملعبتش 34 ماتش وممكن تكون لعبت ماتش أو 2 أو 3 في الكاس بكتير ففرق حوالي 18 أو 20 ماتش ما بيني فرقة دي والفرقة دي فهي هي يعني هتلاقيها بتوازي الجدول إن شاء الله هنخلصه يومين 3 بالكتير وليزم لازم أبعطه الأمن وحترى أنتظر موافقة أمنية وعندي سقة كبيرة السنة دي الحقيقة الأمن متعوني لأقصى حد الحمد لله البلد بتعيش أزهى عصرها على المستوىات كلها بما فيها المستوى الأمني واقتصادي وسياسي وبنية تحتها وكل حاجة فيهيالي إن الكرة برضو حيبقى لازم تظهر بالمستوى ده فلازم إحنا كمنظومة نحاول نظهر مباريات الدوري يعني دلوقتي بشكل جديد كرة جديدة شكل جديد للوجو للدوري عاجات كده بنحاول يعني اللاجنة الخمسية بتحاول أنها تعمل شكل جديد للدوري المصري فإحنا عاوزين في جوة الملعب بقى الاعترضات تقل الحاجات دي كلها بقى في التزام ما بين اللعبين روء التنافس مطلوب ما بين الأندير وفي الماتش عادي جدا أنك تكتهد وتعمل كل ما فرواسك عشان تكسب بس من التنافس الشريف خلص الماتش مين كسب مين كسب هنسلم على بعض ونخرج زي العالم كل تلاقي العدالة ما بين الـ 18 نهايدي كلهم زي بعض العقوبات إن شاء الله هنعلنها هنعلن نخلص لاحة العقوبات هنخلص وحنعلنها للناس كلها لكن عاوز أقولك برضو الناس عابة تبقى فيه حاجات يعني مش فكس العقوبة متقاش سابتة يعني في القضاء العادي مثلا السرقة ممكن تاخد من براءة لغاية سبع سنين على حسب الحالة يعني هقولك مثلا حالة مش ممكن واحد هيروح يقول الحاكم مثلا أنت حاكم ظالم فياخد عقوبة واحد راح قال للحاكم كلام تاني بقى خلص وكلام جارح وعاوز أخياني أكيد العقوبة حتى مختلفة فلازم حبقى فيه عقوبات مختلفة يعني مش كلها حاجة سابتة وإلا حنزن الناس كتيرة برضو شكرا جب شكرا أهلا بحضراتكم من جديد طبعا ملفات عديدة بتزغل بال الجمهور المصري بشكل عام في الحقيقة سواء على صعيد العالمي صعيد الأفريكي صعيد المحلي وبالتحديد كمان كل ما يتعلق بمورات الكمة الأفريقية والمباراة الكبيرة جدا اللي هتكون ما بين الأهل والزمالك في نهاية دورة أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم الساعة 9 مساء على أستاذ القاهرة الدولي عشان كده في هذه اللحظات من خلال فقرة ترند أونلاين من خلال حلقة ترند النهاردة سيكون معنا اتنين من كبار النقاط الرياضيين عبر تطبيق زوم الأستاذ عبد المنعم فهمي الأستاذ محسن لملوم مديرة تحرير الأهرام الرياضي يا أستاذ عبد المنعم أهلا بيك منورنا ومشرفنا أزاك يا أمير وحشني وحشتني كمان حلقاتك اللي كنت بنقعد فيها على الهواء بنعمل فيها شغل كويس وسعيد بيك وسعيد بكل مشاهدي طبعا قناة الناد الأهل القناة العظيمة جدا وسعيد بوجود مع الأستاذ محسن لملوم طبعا ده شيء يسعدني إن أنا أكون معاكم في الحالات منورنا ومشرفنا وإحنا مفتقدينك أكتر أستاذ عبد المنعم وإن شاء الله مفتقدينك مميزة نسمع فيها أراءك المختلفة كمان عايز أرحب الأستاذ محسن لملوم أيضا ناقض الرياضي الكبير وزاملنا العزيزة أستاذ محسن أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ أمير على طول بصراحة بس على أن أكون معاكم في قناة الأهلي قناة النادي النادي العظيم وطبعا سعيد ودي مع أخويا وحبيبي أستاذ عبد المنعم نورنا ومشرفنا طيب أول ملف وهو الخبر اللي اتفاجئنا به كلنا الصبح من خلال الفيفا والإعلان الرسمي بإقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من مدة خمس سنوات يا أستاذ محسن عايز أخذ رأيك في الجزئية دي وهل القرار ده والإقاف ده كان منتظر طبقا لما يحدث على مدار عدد من السنوات السابقة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كان متوقع هو بس بالنسبة لي كنت مستاني إمتى هيحصل يعني استبعاد أحمد أحمد كان أمر يعني لما ناص منه بس كنت مستاني يحصل النهاردة يحصل بكرة يحصل بعده وهو حصل النهاردة صبح إن شاء الله الحمد لله يعني كان قبر جميل جدا الرهان مش أحمد 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 خلاص هو كده كده أجلا أم عجلا كان هيمشي وكان هيستبعد تماما لكن أنا فوقت نظري الفترة القادمة في الاتحاد الأفريقي في القرد القدم أو مستقبل الكاف هو دي اللي هتبقى نقطة فاصلة لأن كل رجال أحمد أحمد ما أعتقدش هيبقى لهم وجود بالشكل الكبير في الفترة اللي جاية الناس كانت كلمت عن نفوز المغربي بشكل كبير جدا ما أعتقدم ده حتى إن وجود هيتم تقلوسه بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاية الدعم الأكبر لي كان جانا أم فانتينو رئيس الفيفا ما قدرش يحميه أكتر من كده خصوصا للصحافة الأوروبية هجمت أم فانتينو ومش أحمد أحمد قايت له بعد كل هذه المسلدات وكل هذه المسلدات لماذا يا أم فانتينو تحمي أحمد أحمد متى تتمي قلته نشرت له بعض الوصائق والمسلدات يمكن كان أشارها جارت الملكة الأسبانية اللي حتى سمت بعض الأعضاء البكتب التنفيذي للكاف وقالت حتى يمكن على الفوز الرجع وقتها أنه ليس نقبل رئيسه لكنه الرئيس المكرر للكاف أعتقد في الفترة اللي جاية البداية كانت أحمد أحمد أعتقد في الأيام القديلة القادمة هيكون في استبعاد أو إقصاء الآخرين من الكاف والفترة اللي جاية إن شاء الله تشهد نتمنى نتمنى زي ما تمنينا من أربع سنين أو من ثلاث سنين بالضبط في مارس 2017 بعد رحيل عيسى حياته أنه يكون فيه بدرة أمل في الكاف ما حصلش ده للأسف مع أحمد أحمد نتمنى الفترة اللي جاية يحصل ده سواء كان مع أحمد ولد يحيا الموريتاني أو متسبيق الجنوب أفريقي مع كامل التقدير طبعا احترام الأجستين سنجور السنجالي وجهة أنه ماليفوح طيب أروح للأستاذ عبد المنعم فاهمي وأخذ تعليقه على هذا القرار وتحديدا عايز أسأله بخصوص المتوقع حدوثه خلال المرحلة القادمة بالتحديد فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم وإزاي يتم تطوير الكرة الأفريقية سواء على المستوى الإداري أو المستوى الفدي تحديدا وكمان مستوى التحكيم لأن اللغة دايما بيبقى موجود في الجانب التحكيمي يا أستاذ عمين والله أنا شايف أن المرحلة أحمد أحمد كانت مرحلة عصيبة لغاية وكانت مرحلة سيئة جدا للكرة الأفريقية وشايف أنه كانت في قرارات بتحكمها لا يحكمها الملعب ولا يحكمها الحكام ولكن كانت تحكمها العوام الأخرى وعوام الخارجية شفنا قرارات غريبة جدا شفنا تحكيم هو الأسوأ في تاريخ القرى الأفريقية أتمنى أن تكون المرحلة المقبلة يعني فارقة في تطوير الكرة الأفريقية لأن الكرة الأفريقية تستحق الكثير من مسؤوليها أشعر أن الكرة الأفريقية تمتلك من الإمكانات الفنية والمدية والبشرية الكثير ولكن لا تجد من يحنوا عليها من المسؤولين وده شيء مع الأسف الشديد غريب جدا المفروض يكون عندك مسؤولين يكونوا يهتموا بالكرة الأفريقية أكثر من اهتمامهم بأنفسهم واللي حصل مع أحمد أحمد طبعا أكبر دليل عن الكرة الأفريقية لا تحظى بالدعم والاهتمام الكافي من المسؤولين وهذه نقطة سلبية تؤدي طبعا إلى يعني إلى تراجع الكرة الأفريقية وهذا ما لا نتمنىه ومع الأسف هذا ما حدث وخلال المرحلة المقبلة نتمنى أن نقول أن هم شيء في القصة أنه المسؤول الأفريق يكون عنده القابلية والدفعية والرغبة الشيئة في التطوير وليس في البحث عن المصاح الشخصية المصاح الشخصية لا تدوم يا أمير المصاح الشخصية دائما تؤدي بصاحبها إلى ما قال إليه أحمد أحمد طيب الملف الآخر وهو بخصوص أرعة بطولة الدور الممتاز عايزة أخذ رأي حضراتكم تحديدا على شكل المراسم النهاردة الخاصة بالأرعة شكل اللوجو الجديد للدوري المصري وإزاي نتجنب موسم استثنائي جديد للكرة المصرية أبتدي بك يا أستاذ محسن والله أمير أنا بصراحة يعني بعيد عن الشكل القرعة وبتاعها اللوجو طبعا ما عجبش الناس كلها احنا عندنا ممكن كان يطلع أكتر منك لكن أنا مش هبص للصغر خلينا أخدش في المهمة على طول احنا مقبولين على موسم تقريبا كارسي انت بتبدو الموسم في بدايات بديسمبر عندك أربع فرق هيبتدوا اللي والآل أو الزمالك في الدور الأبطال والمقاولين وبرابتزي في الكنفدرالية وعندك الآل أو الزمالك هيلعب في كاس العالم الأندية والآل أو الزمالك هيلعب في كاس السوبر الأفريقي عندك تصفيات كاس العالم كاس الأمة الأفرقية آخر جولتين وعندك تصفيات المهلية لكاس العالم كل ده وبالإضافة عندك كمان غير طبعا المنتقى الأولمبيات صحيح كنت نسيها كمان غير ده كله وانت عندك موسم محتاج فيه أربعة وثلاثين أسبوع ده مش هيكمل يعني بألف بقى كده مش هيكمل كان ممكن أنا كنت شايف انه ممكن التحاد الكورة أو اللجنة المسيحية اللي تدير التحاد الكورة كان ممكن تشوف حال أسأل من كده يعني كان ممكن يتعامل من مجموعتين أو حال أقل بطولة من دور واحد إيه المانع انت في موسم استثنائي في ظروف استثنائية بس دي اكتراحات قبلت بالرفض يا أستاذ محسن من قبل الأندية المصرية يعني ماشي يشوفوا يطبقوا الموسم ده أنا عز عرف إزاي هيكمل الموسم ده أربعة وثلاثين أسبوع دوري غير مصابقات الكاس مكاس مصر غير السوبر المصري غير بطولات أفريقيا من كاس عام الأندية اللي شئتها ما بات عندك الغالي أو الزمان كفي غير استحقاقات المنتخب الأول كاس أفريقيا وكاس عالم من تلك المنتخب الأولمبي أنت محتاج سنتين في السنة دي عشان تعرف تخلص كل الكلام ده طب أخذ رأيي أستاذ عبد المنعم فهمي في الجزئية دي وزي نتجنب موسم استثنائي جديد على غرار الموسمين اللي فاتوا أستاذ عبد المنعم والحلول تكون إزاي بإذن الله عشان نشوف موسم جيد حتى في ظل ضغط المباريات بسبب بطولات والمستبعات المختلفة هقول لك على معلومة المرة الوحيدة التي بدأ فيها الدوري في ديسمبر مرة واحدة سنة 2013-2014 والغريب يدى أن 2013-2014 يقيم من مجموعتين هذا الدور الذي يقيم من مجموعتين زي بيقول محسن انتهى في شهر سبعة خيال مجموعتين وانتهى في شهر سبعة بعد التطفيات والبطولات اللي هي الداخلية الفريق لعب معامل المهم من وصلنا يوم ستة سبعة تم نهاية الدوري تخيل فريق آسف دوري من مجموعتين يخلص في سبعة فما بالك الدوري هيتلعب من كل هذين 34 مباراة لكل فريق دائما محسن محتاجين سنتين وطبعا احنا حتى لو اقول لك الحاجة احنا يمكن من خلال بحث الدائم في الدوري المصري ومتابعتي ليه الانتظام بالنسبة للدوري المصري ده حاجة شاز يعني احنا في البطولات اللي تلعبت كلها الملغاء والتي اقيمت لا يوجد لا يوجد عام فيه حسينا فيه انه تم بداية تم اعلان بداية للدوري وتم اعلان النهاية وهذا لم يحدث على الطق احنا دايما بنعيش في صعوبة جديدة جدا في تحديد متى يبدأ الدوري متى ينتهي طبعا مش عايز اقولك انه فيه جزء هنا بيرجع للتضاريص والجغرافيا والصفر والافريق غير اوروبا وكلام ده هو جزء معزورين فيه لكن في النهاية انت برضو بتحاول تبحث عن حلول لهذا الدوري لكن مع الاسف لا تجد يعني ده شيء يعني بكلمك عن تاريخ بكلمك عن دورات حصلت قبل كده وهذا يؤدي دائما بنا ان الدور المصري لم ولا ينتظم لانه طبعا امور كترة جدا وانت بتشوف الدور السلفات كان ممكن انتهي بدري لكن طبعا مسؤولين كانوا بتدخروا تعجيلاته لامور دي بالزرط طيب الاهم بقى بالنسبة لكل جمهير الكرة المصرية خلال فترة الحالية والساعات الحالية والايام القادمة حتى يوم الجمعة وهي مباراة الاهلي والزمالك في نهاية طول الدور يأطال افريقيا استاذ محسن لملوم رؤيتك لهذه المباراة سريعا وتوقعاتك لهذه طبعا لا التوقعات صعبة جدا يعني الفريتين تقريبا ما كدرش تقول من يكسب الموضوع صعب جدا التوقع بكل امانة صعبة جدا لكن رؤيت لها انا والله اعزا اخذ جانب بعيد عن الامور الفنية اعزا اقول ان انا عجباني الامور التهدئة شوية لان يا جماعة دي مش نهاية العالم حصل قبل كده في دور ابطال اسيا تقابله قبل كده كذا مرة فرق من من البلد واحدة في النهائي حصل في اوروبا حصل في امريكا الجنوية يمكن كان اشهر طبعا نائل كومبينول ربا ما عطقتش انها حصلت ربا ما حصلتش حصلت حصلت ريال مدريد في ريال مدريد وقلتك مدريد مرتين بس مش هي مدريد بس حصل مسلا وميلان كان في انه تلاتة لكن عاز اقول ان بعد المباراة يوم ساو عشرين بعدها بقلب لا 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 لعب الاتحاد السمال اللي كان لعب الدوري يعني الامور تهدأ شوية مش حصل السمال استاذ عبد من عمرويتك لهذه المباراة مباراة مهمة جدا يعني اهم جزئية في المباراة ان الهدوء الفريق الاهدأ عصابا الفريق اللي عنده قدرة ان هو يمتص حماس الفريق المنافس هتكون دي الغلبة في هذه المباراة بخاصة ان المباراة دي محتاجة مش محتاجة استعجال اهو ما فيش جنهور اهو في الملعب يقولوا ان احتمال ممكن حضبونه لكن المهم في هذه المباراة ان يكون خلي بالك ما ينفعش انك تقول قبل المباراة مين هاتكون الكف فالأرجع وصوصا الاهل وزمالك sans اهلك اهلي كفته ارجع في البطولات الافريقية وانتصاراته اعلى وانتصاراته واخ column ادبر مع ع lumière متش الصبر لكن الاهل والزمالك في الفريق في مقياس بقياس النتاج الكسيرة عشر مباريات تسعة وما فيش اي خسار نادر اهل لكن بكلمك عن ناحة الفنية ناحة الفنية الفريق الذي يمتلك اللاعبين العدوم الخبرة اللي عندهم يقدروا انهم يكونوا في يوم هم مثلا هو لكفتها انا بشكرك شكرا جزيلا انا استاذ عبد المنعم نورتنا وشرفتنا وبشكر كمان استاذ محسن لملوم طبعا اتنين من الاساذ الكبار ونقاط الرياضين الكبار ومدير تحرير الاهرام الرياضي كانوا معنا عبر تطبيق زوم وتكلمنا معهم في عدد من الملفات الهمة منشكرهم شكرا جزيلا اهلا بحضراتكم من جديد خلينا نروح لترند الاهلي ونشوف ايه ابرز الامور اللي كانت موجودة عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا النهاردة وبالتحديد اعنا الحساب الرسمي لجائزة جلوب سكر على تويتر عن وجود النادي الاهلي ضمن القائمة المرشحة لجائزة افضل نادي في القرن الواحد والعشرون اللي بيقدمها مجلس دبي الرياضي وضمت القائمة بص بقى الاسماء الموجودة في القائمة دي اسماء كبيرة جدا وان الاهلي يكون متواجد معهم دي حاجة كبيرة اويل ان الاهلي ايضا اسم كبير وعريك الاهلي من مصر برشلونة من اسبانيا باير ميونيخ من المانيا يوفينتوس وليفر بول منشستر نايتد باريسان جيرمان وريال مادريد نتمنى ان الاهلي يفوز بهذه الجائزة الاهلي في القرن الواحد والعشرين في الحقيقة حقق العديد والعديد من البطلات ومنها بطلات قرية كمان كتير فده امر مميز خلينا سريعا اروح لخبر اخر وهو بيتعلق بنهاية دور الابطال الافريكية وده الحساب الرسمي لدور الابطال واللي بيقول تقترب اكثر فاكثر اربعة ايام فقط على النهائي الافريكي صور لملعب النهائي وهو استعد القاهرة الدولي ان شاء الله باذن الله مباراة تخرج بالشكل اللي يوليك بالكرة المصرية وكمان نتمنى كل توفيق للنادي الاهلي في هذه المباراة ان هو يفوز بهذه البطولة المنتظرة هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكامل يلا بي اهلا بحضراتكم من جديد خلينا سريعا ناخد بعض الاخبار العالمية وتحديدا الامور اللي بتتعلق ببعض محترفين في الخارج ومحمد صلاح اكثر تحديدا ده من حساب Global Soccer Awards على تويتر واللي اعلن عن اسمها مرشحين افضل لعب في القرن الواحد والعشرون واللي يهمنا ان محمد صلاح موجود وهو اللعب المصري الوحيد الموجود في هذه المسابقة العالمية والهمة جدا طبعا كمان من ضمن الاخبار المهمة وده الخبر الابرس في الحقيقة وده حساب انفلد ووتش على تويتر واللي بيقولني محمد صلاح حصل عدوء الاخضر لمشاركة في التدريبات مع ليفر بول تمييدا لمشاركته في المباراة وهتكون اول مباراة لي بعد عودته من اصابة هي مباراة اتلانتا يوم الارضع في تشامبينز ليج الاوروبي حمد الله على سلامة نجمنا المصري الكبير ونتمنى لكم للتوفيق باذن الله تعالى سريعا خليني اروح لمشاركات حضراتكم على صفحات قناة الاهلي المختلفة ورسائل حضراتكم لعاب النادي الاهلي قبل مباراة يوم الجمعة باذن الله حسام قال افريقيا في الجزيرة ان شاء الله يا رب تكونوا قد الوعد ان شاء الله هيكونوا قد الوعد امجد محمد كمان قال 11 رجل في الملعب مش عايزين غير كده باذن الله محمد حمودة قال العب برجولة واعمل اللي عليك والباقي على ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون التوفيق عليه في النادي الاهلي امجد محمد قال العب برجولة موت على الكرة افريقيا الكبار وانت الأسطورة يا رب يا مساهل محمد السماك قال العب برجولة موت على الكرة نفس الكلام والهتاف الشهير اللي معروف بالنسبة النادي الاهلي في افريقيا احمد سعد قال ربنا معاهم ويفرحونا باذن الله دي كانت بعض التفاعلات واراء حضراتكم ورسائل حضراتكم لنجوم النادي الاهلي قبل المبراء النهائية بإذن الله يوم الجمعة القادم نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي نتمنى للأهلي يكون في يومه اللعبة تعمل كل اللي عليها بإذن الله يفرحوا كل الاهلوية ويجبون لنا هذا اللقب المنتظر وهذه البطولة اضطلة عنده لاب بطولات النادي الاهلي لفترة طويلة كلنا ثقة كبيرة في الجهاز الفني وفي اللاعبين وبإذن الله بإذن الله يكونوا في الموعد وبإذن الله يفرحوا كل الاهلوية دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند حلقات الترند لسه مستمرة على مدار هذا الأسبوع وكمان بإذن الله بإذن الله المداية من يوم السابت نكون بنفرح مع حضراتكم بالفوز ببطول الدوري أبطال أفريكا استنونا في حلقات جديدة إن شاء الله إلى اللقاء